الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة سنة رابعة متوسط أهلا ومرحبا بكم لقناتكم لرياضيات اليوم أجبت لكم سلسلة من التمارينات على النسب المثلثية إذن أول تمرين هو يقول M L N مثلث قائم في M الارتفاع المتعلق بالظلع L N إذن إليكم الشكل عدنا المثلث M L N مثلث قائم الزاوية في M ثم عندي M L ارتفاع المتعلق بالظلع L N ثم عندي الطول M L M L يساوي 2.4 و L N يساوي 6.4 سنتيمات الوحدة هي سنتيمات يقول سؤال أحسب القيمة المضبوطة للزاوية M L N انتبهوا M الترتيب مهم M L N يعني هذه الزاوية إذن هذه الزاوية إذن يقول احسب القيمة المضبوطة راح نشرح لكم ما معنى القيمة المضبوطة ثم اكتب النتيجة على أبسط شكل ممكن هذا السؤال الأول السؤال الثاني يقول بدون حساب الزاوية M L N يحسبناها من القيمة عفوا هنا احسب القيمة المضبوطة لكوس الزاوية إذن كوس الزاوية وليس الزاوية هاتذيغ إذن سؤال الثاني يقول بدون حساب الزاوية M L N اللي حسبنا الكوس تحا احسب طول L H لهو هذا L H يعني نحسبوه طول L H لهو هذا ثم يقول النتيجة تكون على شكل عدد عشري إذن أن يعني فقط ملاحظة بتحولوا فيه ثم تعودوا إلى الحل النموذجي وهذا راح يفيدكم كثيرا إذن نعود إلى الحل إذن أولا حساب إذن كوس M L M L N اللي هي الزاوية هذي إذن أول شيء مش راح نقول راني في مثلث أين هو المثلث M L مثلث قائم الزاوية لأننا الكوس والسينيس والطنجون نستعملها فقط في مثلث قائم الزاوية إذن نعلم أن L N هو الوطر ونعلم أن L M هو المجاور للزاوية هذه أما هذا الظلح M N فإنه يقابله فإن M N هو المقابل تعزاوية M L N إذن ماذا يساوي الكوسينيس تع M N L يساوي إذن المقابل اللي هو ال M على الوطر اللي هو ال M إذن نكتب ذلك إذن نتابع نعوض ماذا يساوي L N إذن قلت يساوي عفوا 2.4 ماذا يساوي L N L N عفوا يساوي 6.4 ثم وش رح ندير هنا بما أن السؤال مطلوب أن نكتبه على أبسط شكل ممكن إذن وش رح ندير إذن نضرب البسط والمقام في عشرة إذن نضرب البسط في عشرة ونقسم على عشرة كأنني لم أفعل شيء لأن عشرة على عشرة هو واحد إذن وش توليلي النسبة هذه رح توليلي 24 على 64 نفس الشيء إذن 24 على 64 ثم هو طلب مننا القيمة المضبوطة هنا نشرح لكم ما معنى القيمة المضبوطة إذن كيمتلكم مثل هذا السؤال يطلب منكم إيجاد قيمة مضبوطة هنا ما نديروش عملية القسبة رح تخلو الأعداد كما هي هذه هي القيمة المضبوطة القيمة المضبوطة معنتها تساوي يعني كوسيونيس أم أل أن تساوي 24 على 64 بما أنه طلب مننا أن نكتب النتيجة على أبسط الشكل ممكن إذن رح أختزل مثلا هنا إذن نتابع قلت رح أختزل على يعني نقسم البسط على 8 و 64 على 8 لأن 8 القاسم المشترك لـ 24 و 64 إذن نكتب هنا نقسم على 8 باش تفهموا من جت نقسم على 8 وش يمدلي؟ رح يمدلي 24 على 8 ثلاثة على 64 تقسيم 8 مدنة 8 إذن أخيرا نتحصل على كوس أم أل أن تساوي 3 على 8 وهي القيمة المضبوطة والمكتوبة على أبسط شكل ممكن إذن نتابع الحل يقول بدون حساب بدون ما نحسب الزاوية يعني ما ندير نستخرج الزاوية لا يقول بدون حساب الزاوية أم أل أن أحسب طول الأش أين هو الأش هو هذا الظلح إذن نتابع إذن قلت لحساب الأش أول شيء معلومة عندي المثلة أم أل أش قائم الزاوية لماذا قد يقول تلميذ أستاذا لماذا قلت قائم لأن عندي أش عندي أم أش هو الارتفاع المتعلق بالظلح الآن إذا كانت هذه قائمة حتما تكون هذه قائمة هذا أول شيء لازم تكتبوه تكتبوه أن عندي أم أل أش قائم الزاوية في أش لأن أم أش هو الارتفاع ثم وش عندي عندي في مثلث قائم عندي نفس سؤال أول سؤال أول حسبنا الزاوية هذه وهي أم أل آن وهي نفسها أم أل أش يعني الزاوية لا تتحدث بالأضلح مهما كانت الأضلح يعني الزاوية هنا تبقى نفسها تمام إذا اخذينا نقطة هنا نقطة هنا نقطة هذه لحد النقطة هذه تبقى نفسها الزاوية إذن وش عندي عندي كوس أم أل أم هو نفسه كوس أم أل آش هذه الحاجة اللولى ثانيا في المثلث القائم هذا أين هي كوس الزاوية أم أل آش هنا أين هي كوس أم أل آش إذن هنا عندي هو الوطر بالنسبة لهذا الزاوية هذا الوطر إذن قلنا المجاور لهو أل آش على الوطر الوطر هو الأن إذن كتبتها لكم إذن لدينا أم أل أش قائم في آش إذن ثم كوس أل أل أم أل 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 هو كوس أم أل أش شرحت هلكم لماذا ثم قلنا كوس أم أل أش هي الأش الأش يعني المجاور على الوطر إذن ما علي وحسب نفسه الأول كوس أم الأن هي ثلاثة على ثمانية إذن نستخرج عبارة الأش إذن جداء الطرفين في جداء الوساطين يعني ثمانية الأش درها لكم بالشرح المبسط ثمانية الأش ماذا تساوي تساوي ثلاثة الأن من هنا نستخرج الأش ماذا تساوي الأش تساوي ثلاثة في الآم تقسي ثمانية أتمنى أن يكون مفهوم إذن ما علي إلا أن أعوض إذن ماذا يساوي الآم الآن يساوي ثنين فاصل أربعة إذن ما علي إلا أن أعوض إذن وتساوي ثلاثة في ثنين فاصل أربعة تقسيم 8 بالألة الحاسبة ويش تخرج لكم؟ إذن تخرج 0.9 0.9 ماذا؟ بدون ما ننسى الوحدة هي سنتيمات إذن نكتب إذن LH تساوي أخيرا نقينا LH يساوي 0.9 سنتيمات وهو عدد عشري لأن السؤال الثاني مطلوب منا أن تكون النتيجة على شكل عدد عشري إذن يعني ممكن كتابته على شكل 9 على 10 سنتيمات عفوا وهذا كما نعلم إنه عدد عشري في الأخير أتينا إلى نهاية هذا التمرين أتمنى أن التمرين نال إعجابكم إذن ما عليكم إلا المراجعة إلى الملتقى إن شاء الله في تمارينات أخرى إن شاء الله نجيب لكم تمارينات أخرى فقط للتنبيه هذا التمرين جبت من تمارينات خارجة يعني ترجمت من الفرنسية إلى العربية إذن نستنى تعليقاتكم نستنى تفعلكم للقناة وفي الأخير وفي الأخير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى الملتقى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر